بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بحضراتكم محلقة جديدة من برنامجكم تخطيف مع شريف الاخبار والاسرار والكواليس والرفضة على اسئلة حضراتكم اللي بتسيبوها لي في الكومنتات يلا بينا والبداية من بكرة خلاص هتنطلق بطولة كأس السوبر في الامارات كأس السوبر المصري في الامارات بمشاركة اربع فرق الاهلي وسيراميكا وفيوتشر وبيراميز النادي الاهلي هيواجه سيراميكا كيليوباترا الساعة السبعة مساء الغد حالة من الغضب كانت عند مسؤولين النادي الاهلي وجمهير النادي الاهلي الاهلي يدوب لسه واصل الامارات يعني غادر السعودية واصل الامارات يدوب هي تمرينة وهيلعب المطش الاهلي كان طالب بيه تأجيل المباراة او مباريات وترحيلها يعني ترحيل المباراة وان شاء الله في حالة وصوله للنهاية ترحيلها يوم الترحيل يوم قال لك ادونا فرصة يوم حتى استشفى ويوم تمرين الرب تقالوا لك مفيش الكلام الكلام ده ممنوع هتوصل هتلعب في المعاد زي ما انا قلت السابعة مساء الاثنين في الامارات خلوني برضو اقول لحضراتكم انه اجتمع مع اللاعبين وقال لهم خدوا بالكم جماهير النادي الاهلي ما عندهاش يام مرحميني جماهير النادي الاهلي بتبقى مخلصة البطولة ومتواجه ممكن بماديليا في اكبر بطولة الان دياء في العالم وتبقى مستنية منك البطولة اللي بعدها حتى لو بعدها بتمانية واربعين ساعة حتى لو مرتحتش حتى لو عندك ظروف خارجة عن اراضتك جماهير النادي الاهلي مش هتتقبل اي شيء سوى الفوز بالبطولة فحاولوا تكونوا على قد السقاء النادي الاهلي احنا عارفين انه هيلاعب سيراميكا والناحية التانية في يوتشراي لاعب الكازبان من هنا لعب الكازبان من هنا على كأس البطولة علما بانه تم استبعاد الزمالك من هذه البطولة بسبب الاقاف يعني ايه الزمالك كان انسحب من بطولة السوبر زي ما احنا فاكرين لما آآ خرج آآ ميدو وبعض اعلمين الزمالك وبعض البجيات وقالوا انسحب يا مرتضى واشتكي للفيفا ويعرفهم ان الزمالك يدمر ويخلص اي آآ على اي بطولة لو مش متواجد فيها وقدبهم ووصل الامر لي الفيفا بسبب لعبك عربة وطالب بحساب النتيجة ليك وفي الاخر انسحب الزمالك واسف يعني محدش شال الطين غير الزمالك دلوقتي يعني محدش شال الطين وشاف الازمة لا ميدو وميدو هبا لعب هنا ولعب هنا ولعب هنا على كل الحبال واللي قال استخبى والمجلس اللي فات نداهته وان اداها وما فيش اي ازمة اتوقف الزمالك وتعاقب ماديا والاهلي بعت قال اتحاد الكرة انه مش هيشارك في البطولة لو فيها الزمالك فاتحاد الكرة قال لأ البطولة اللي فعلت شارك فيها في براميزة ونجحت آآ اللي الاهلي يكسبها والبطولة ديت هيتم استبعاد الزمالك المهم الاهلي مايتمش استبعاده وبالفعل تم استبعاد الزمالك ازا محدش خسر غير الزمالك فين بقى الناس دول وفين المجلس اللي فات وفين اللي خد القرار وفين اللي سخن الجمهور وتتفاجئ ان من ساعتها كهربا بيشارك لايقاف علشان الغرامة وفي الوقت نفسه كمل الموسم وتم آآ آآ تطبيق الست مباريات اول ست مباريات من الموسم الحالي يقلبينها على خبرنا التاني ايضا خبر مهم جدا الخطيب ولجنة التخطيط يقرر ان احنا عارفين ان لجنة التخطيط كانت مع الخطيب محسن صالح كان مع الخطيب في السعودية في كاس العالم للاندية ما حدش قول لي هو مسافر ليه التخطيط يوعد هنا يتابع يشوف قطاعات الناشئين يشوف الرؤية يشوف الاجتماعات ما عملش اي حاجة هو سافر قال لك اروح وانزل في سيفن ستار واتفسح ويقضيها على قفل اهلي ماشي سفرت لجنة التخطيط في اجتماع لجنة التخطيط والخطيب تم الاستقرار على عدم الاستغناء عن موديست وابلاغ بالقرار يعني ايه يعني موديست مكمل واخر الموسم نجيب لك المهاجم الاجنبي اللي انت عايزه ولكن احنا جايبين موديست موسم بياخد مثلا مليون ونص دولار مش قول لك مليون وستمائة يا سيدي فالموسم ده كده كده هو هياخد المليون ونص دولار يكمل الموسم ما يكملش يمشي النهار ده يمشي مبارح هياخد المليون ونص دولار فلا اللي قال لك خلاص يكمل الموسم ده. واخر الموسم هينتهي الموسم بتاعه تم توجيه الشكر ليه. ويقوم النادي الاهلي بالتعاقد مع مهاجم اجنبي جديد. واحد هيقول لي يعني يا شريف. الاسماء اللي بتتردد دية. كلها تطرحها الاخر السنة طبقا للاتفاق اللي تم بين الكابتن محمود الخطيب. رئيس مجلس الادارة والمفوض الاول والاوحد بملاف كرة القدم. وايضا معاها لجنة التخطيط بينك وصين اصحاب الكابتن محمود. واحنا عارفين كل قرارات لجنة التخطيط ما تتفاجئوش بيها. سعيد انه كنت مع حضراتكم سلام.